كان العالم الألماني كريستيان هولسمير أول من اخترى جهازاً للكشف عن وجود أسام معدنية عن بود وهو الذي كشف عن وجود سفينة في الضباب ولكن من غير تحديد المسافة وكان هذا عام 1904 سمي هذا الجهاز بالرادار الذي يستخدم للتعرف إلى بود الأجسام الثابتة والمتحركة مثل الطائرات والسفن وسرعتها ويبعث جهاز الإرسال في الرادار موجات لاسلكية تنعكس بوساطة الهدف فيتعرف إليها جهاز الاستقال ويستخدم الرادار في مجالات عديدة منها الأرصاد الجوية بمعرفة معدة طول الأمطار وشرطة السير لكشف السرعة الزائد في المجال العسكري من رصد حركة طائرات